طيب قبل ما نتكلم على نجوم التسعة وقبل ما نتكلم عن الغنى ما ينفعش ما نبقاش متطمنين على الوضع والحالة الصحية لواحد من أهم وأكبر نجوم الغنى في الوطن العربي الأستاذ محمد صروت ربنا يا رب يدي له الصحة يمكن حضراتكم قريته على صفحات التواصل الاجتماعي أنه كان بيجري عملية جراحية النهاردة في القلب في أحدى المستشفيات أستاذ محمد صروت خرج من العملية واتنقل للغرفة العادية أنا النهاردة كلمت ابنه أحمد محمد صروت وهو صديق عزيز وأخي الحقيقة أكتر منه كمان صديق كنت بطمن الحقيقة بشكل طبيعي جدا على الوالد العظيم فقال لي إحنا الحالة عملية نقدر نقول مستقرة لكن إحنا فيه واحد من الشرايين الهامة والأساسية في القلب اللي انسداد فيها وصل لحوالي 90% وإحنا خدنا قرار أنه يعني خلال 3-4 أيام ده الكلام لأحمد محمد صروت هننقله على إحدى المستشفيات بالنمسا في أوروبا لاستكمال العلاج بتاعه هناك حبيت أولا أن أنا أطمنكم قدر الإمكان على الحالة الصحية للأستاذ محمد صروت زي أقول لكم قامة كبيرة ومهمة وعظيمة وما ينفعش من أطمنش عليه وما ينفعش من تبعش أخباره وده يمكن قدر الاستطاعة في حديث تليفوني دار فعلا كان مع أحمد يمكن حتى كنا عايزين ناخد أحمد معنا هالنهاردة على التليفوني بس ملحقناش لأن المزيعة كمجرة العادة كان نص البرنامج كلام بس بإذن الله بإذن الله بإذن الله ربنا يا رب يدي له الصحة ويقومه بألف صحة وسلامة وإن كان هيسافر يرجع لنا بألف ألف مليون سلامة وينور مصر كلها بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يا رب يدي له الصحة يعني نجمنا الكبير جدا 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 أستاذ محمد صروت النجم الكبير والخلوق دائما ترجمة نانسي قنقر